عايزين نتطمن الحقيقة لإمكان بمنتهى للصراحة نواندي يعني فترة اللي فاتت أو المباراة الأخيرة الحقيقة يعني نتمنت ناش شوية على الأداء طبعا النتائج أكيد بالتأكيد مش هنيدر نتكلم على النتائج لأنه ممكن النتائج مع فيتوريا نتائج مميزة والأرقام مميزة لكن احنا عايزين نشوف الأداء عايزين نشوف منتخبنا الواطن لأن النهاردة هكون مباراة مهمة جدا جدا بالتأكيد وهي المباراة الأخيرة يمكن كمان زي بنتكلم وبعيدا بقى عن تاريخ المواجهات لقاء مصر والجزائر معروف أنه هو ديربي يعني ديربي شمال أفريقيا وده أمر بيكون مهم جدا وبيكون خارج للتوقعات ومهما كانت قوة المنافس يعني منتخبنا الوطني في قوته منتخب الجزائر في قوته مدرش أن أنت تتوقع مين اللي هيفوز على قد ما أنت بتحط سيناريو وشكل عام للمباراة لو بنتذكر الفترة الماضية لنهواندي يعني بنرجع برضو وراء شوية كده منتخب نقدر أنه يفوز على الجزائر بربعية في قوة الجزائر ساعته وممكن كان في أفضل حالاته وكان متأهل لكأس العالم في 2010 ونرجع برضو تاني قبلها منتخب نخسر منه منتخب الجزائر بهدف في تصفيات المونديال وكان عصر الجيل الزهبي زي ما بنقول لمنتخبنا الوطني عشان كده المعايير بيكون مختلفة الكرة القدم فيها ثوابته بالتأكيد لكن المتغيرات بيكون كثيرة كده عشان كده زي ما بنقول اللي هيفرض سيطارته اللي هيخش في الجيم بالبداية اللي هيفرض شخصية المنتخب هو اللي ان شاء الله بإذن الله يختف الفوز وفي نفس الوقت يطمين بشكل كبير جدا على أداء منتخبنا الوطني في الفاتر أقادمة على هذا الأمر أيضا كمان في لفتة أكثر من رائعة من فيتوريا المدير الفني لمنتخبنا الوطني احنا عارفين طبعا أن أحمد حجازي يعني أصيب بالرباط الصليبي والتأهيل البدني مهم جدا بس التأهيل النفسي بيكون أهم وما تلاقي المدير الفني فيتوريا بيوجه الدعوة لأحمد حجازي أن هو يكون متواجد في معسكر المنتخب الوطني بالأمارات كنوعا من التحفيز لللاعب وأيضا كمان بقيمته الكبيرة اللي نحن عارفين أن أحمد حجازي هو كابتن منتخبنا الوطني لفتة رائعة جدا أنا واند الحقيقة من مستر فيتوريا أن هو يجيب حجازي لأن الجانب النفسي أمر مهم جدا في التأهيل الخاص في إصابة متوالة زي إصابة الصليب احنا تكلمنا عن الشق النفسي سواء على صعيد النادي الأهلي أو على صعيد المنتخب طبعا وبيبقى ليه فارق كبير جدا ويمكن اللي أنت أكدت عليه أو قلته دلوقتي كتير من الناس كانت سعيدة بي وكانت عامل شار وعلى تويتر كمان أنا شفت فالناس سعيدة بالشق الإنساني اللي موجود اللي هو بيبقى ليه تأثير إيجابي بعد كده في مجريات المباراة وغيره